لن ننسى أبداً العنوان العريض وعنوان الكتاب اللي لا يجب أنه يغفل عنا في لحظة واحد وأنه الأمن المائي لمصر خط أحمر ليه الناس عايزة تنسى هذا الكلام؟ أو ليه البعض بيحاول ينسينا هذا الكلام؟ أو ليه البعض بيحاول يزايد على هذا الكلام؟ من الذي رفع هذا الشعار؟ ومن الذي قال بأن مياه مصر خط أحمر؟ ومن الذي قال بأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك عملاً منفرداً ولا يمكن أن نقبل أن يكون هناك ضرراً؟ من يجب لهذا الكلام؟ أنا بقول للمزايدين اللي طلوا بوجههم الكريهة علينا خلال المرحلة الحالية بقول لهم كفاكم مزايدة كفاكم مزايدة فمن قال بأن مياه مصر خط أحمر؟ ولن نقبل وكل الخيارات مفتوحة واللي عايز يجرب يجرب هو رئيس الجمهورية وليس فلان أو علان اللي خرجوا علينا الآن من بلعات كالصراصير يبدأوا في التشكيك في الدولة وفي تحركات الدولة ويبدأوا في المزايدة على ما تقوم به الدولة في هذا المضمار أقول لجميع كفاكم عبثاً في مسألة لا تحتمل العبثة كفاكم مزايدة في مسائل لا تحتمل المزايدة كفاكم مناورات في مسائل لا تحتمل المناورات فالأمن المائي ليس مجال لهذه التجاذبات وهذه المزايدات وهذه الحركات والتحركات المفهومة والواضحة من البعض أقول بأنه المية ميت مصر ميت المصريين إحنا بنتابع جهود الدولة وبنتابع جهود وتحركات الرئيس بنفسه والرئيس في أكتر من مرة بيتكلم عن ميت النيل وبيتكلم على سد النهضة وبيتكلم على الجانب الاثيوبي وبيتكلم عن المفاوضات وبيتكلم عن كل هذه التحركات وبنقول لن نقبل أن يكون هناك إجراء منفرد من الجانب الاثيوبي يضر كل من دولتين المصر بمصر والسودان لذلك النهاردة التحركات المصرية السودانية اللي فيها تعاون وفيها تنسيق لأنه إحنا بنسير وفق القانون الدولي إحنا لنبتدع إحنا ليس لدينا بدعة وليس لدينا خروج عن هذا المصار لكن أؤكد تاني مرة أخرى الأوضاع الداخلي في كل الدول يجب أن لا تكون مؤثرة على تطبيق وتنفيذ القانون الدولي وأنا هنا أحدث المصريين بقول أنه مياه نهر النيل خط أحمر ما في ذلك شك لن نقبل هنا أو هناك مزادات ترجمة نانسي قنقر